الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمد صالح صدقيان دكتور محمد أرحبك معنا على سكاينيوز عربية هذه الخطوة التي بموجبها تساهلت واشنطن في مسألة العقوبات ويعني أتاحت تحويل أموال للمصارف الإيرانية لشراء لقاحات لمواجهة فيروس كورونا كيف قرأها الداخل الإيراني كيف قرأتها السلطات الإيرانية مساء الخير بالتأكيد هذه خطوة مهمة جدا بالنسبة للإيرانيين وهم ينتظرون وخصوصا في ظل الأعداد المتزايدة من المصابين من حالات الوفاة والتي قاربت قبل شهر قاربت 500 حالة يوميا وبالتالي هذه الأعداد كبيرة من المصابين الآن عندما يسمعون مثل هذه الأخبار التي تسمح بها وزارة الخزانة الأمريكية من شراء اللقاحات من الخارج هذا بالتأكيد خبر مفرح ومسر للإيرانيين لكن لحد الآن لم تعلن السلطات الإيرانية من أين سيتم شراء هذه اللقاحات هل أن هناك شرط سماح من وزارة الخزانة الأمريكية أن يكون الشراء عبر فيزر أو الأمر يتعلق بالجانب الإيراني هو الذي يختار نوع اللقاح سواء كان روسيا أو صيني أو بريطانيا أو غربي على أي حال لكن لحد الآن السلطات الصحية الإيرانية لم تكشف عن الدولة التي ستستورد منها هذا اللقاحات مع عدم تحدث به محافظة البنك المركزي الإيراني عبد الناصر هنمتي عندما قال بأن هناك 220 مليون دولار خصصة لشراء هذه اللقاحات عبر الآلية السويسرية الموجودة في جينيب بعدما رفضت كوريا أن تتعامل كوريا أيضا نعم كوريا رفضت أن تتعامل مع إيران بشأن شراء اللقاحات بسبب الحضر الذي فرضته الولايات المتحدة على كل البنوك الأجنبية للتعامل مع البنوك الإيرانية هل برأيك دكتور محمد من الممكن أن تواجه خطوة استيراد لقاح أجنبي من الخارج لتطعيم المواطنين الإيرانيين بها أن تواجه معارضة يعني خصوصا من اليمين الإيراني في الداخل أنا لا أعتقد بأن يجرأ أحد الآن أن يعترض على الحكومة أو على البنك المركزي أو السلطات الصحية إذا استوردت لقاحات لأن من يعترض الآن على استيراد مثل هذه اللقاحات يجب أن يجيب على الكثير من التساؤلات تساؤلات الشارع الإيراني الذي يعتقد بضرورة الحصول على مثل هذه اللقاحات خصوصا وأن الجوار الإيراني مثلا الكويت بدأت باستيراد اللقاح وبدأت بالتطعيم العراق أيضا من المفترض في هذه الأيام أن يستورد ويبدأ بالتطعيم وهذه التطعيمات هي مجانية كما قال العراق أو الكويت وبالتالي إيران أو الشعب الإيراني أو الشارع الإيراني بشكل عام لا يريد أن يتخلف عن جيرانه في الحصول على التلقيح لكن هذا لا يمنع من أن هناك جهود إيرانية داخلية لإنتاج لقاح إيراني لحد الآن كما قال تقريركم لحد الآن هناك دعوة كانت لمتطوعين للاختبار الإنساني الاختبار الإنساني ربما يبدأ خلال أيام يعني خلال الأسبوع القادم لحد الآن كما قالت المصادر الإيرانية هناك 30 ألف متطوع سجلوا أو سجلوا أسماءهم في قائمة المتطوعين لإجراء اختبار عليهم لأن الاختبار الحيواني قد انتهى منه كما تقول السلطات الإيرانية الصحية الآن تبدأ الاختبارات على الاختبار الإنساني وبالتالي الإيرانيون يقولون بأن اللقاح الإيراني ربما يكون جاهزا في آذار أو مايس القادم وحتى أن هناك شكوك حول اللقاح الإيراني لكن السلطات الإيرانية قالت بأن البحوث العلمية فيما يخص اللقاح الإيراني سوف تنشر تزامنا مع بدء الاختبارات الإنسانية وهذا إذا ما تم أعتقد بأنه سيبدد الكثير من الشكوك حول قابلية وفعالية اللقاح الإيراني شكرا جزيلا لوجودك معنا من تهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد صالح صدقيان